أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وأنا الغضب مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المواليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فأبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قد بلوت من الكبريتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آيا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوخى إليهم أن سبحوا بكرة وغشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكروا في الكتاب مريم وعذ انتبذت من أهلها مكانا شوقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تكيا قال إنما أنا أعصر ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشرا ولم أكبريا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية للناس لحوة منا وكان أمر مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهم خاض إلى جمال نقلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ووزي إليك بجذن نحلة تساقط عليك رطما جليا فكني واشغي قرعينا فكني واشغي قرعينا فإما تعين من البشر أحدا فقولي إني نذوت لرحمن صوما فلن أكلم اليوم هنسيا فأتت به قومها تخبلوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرع سوء وما كانت أبوك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني باركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرعا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن دعويا ذلك عيسى بن دعويا قول الحق الذي فيه يبتعون ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمر فإنما يقول له كل فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في وفدة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وانكون في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يوني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يبتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضي أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجعني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونادينا من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخار هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهلا بالصلاة والزكاة وكان عند عبه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه وكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع روح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلمون شيئا جنّات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعد مأتيا لا يسمعون فيها لوّا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنّة التي نورث من عبادنا من كان تكيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشهد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردوا كان على ربك حثما مقريا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقابا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا دا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأمتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عادا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جدتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يصنعه بلسانك لتبشر به المتقين وتنظر به قوما لدا وكم أهنكنا قبلا من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر